خلال هذا البرنامج المهم ومن خلال شاشة قناة النادي الأهلي اللي الحقيقة بشكر زملائي فيها وبشكر الزميلة عزيز الكاتب الصحف الأستاذ خالد توحيد وزملائه على هذه الروح اللي بيبثوها والالتزام بالمهنية والموضوعية هنطلع على حضراتكم من آخر نناقش بعض بنود هذه اللائحة الاستراتيجية العامة إيه المطلوب مننا إيه اللي مجلس الإدارة عمله إحنا كأعضاء جمعية عممية مطلوب مننا إيه طب الجمهور لي دور صحيح ما روش دور في التصويت لكن لي دور هنتعرف عليه من خلال الحوارات اللي هتدور على قناة النادي الأهلي وأيضا من خلال بعض الأسئلة اللي هترحها على ضيوفي الكرام واللي هنبدأ النهاردة بضيف مهم وواحد الحقيقة من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والأهلوية اللي بينتموا لي بكل حب وعشقه هو السيد الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة لإسمه لي أرحب به في بداية هذا اللقاء برحبا لك سيد صارق أهلا وسهلا وبشكرك على تلبية الدعوة أنا نكلمناكi النهاردة ظهرا لكن يعني دايما أبناء الأهلي فيه سرعة استجابة الحقيقة يعني لأنه فكرة أن يكون السادة أعضاء مجلس الإدارة وم rê装و ممثلين معنا يطلعوا الخطبهم ومهمور النادي الأهلي وأعضاءه وأعضاء الجميع العمومية عشان يشرحوا لنا أهمية وجود لايحة للنادي الأهلي ده شيء محمود أنا بشكر حضرتك علي شكرا جزيلا شكرا أستاذ شريف طبعا بشرب بوجود في قناة الأهلي وبشرق بالسادة المشاهدين وتحت عمر حضرتك خلينا أسألك في البداية النادي الأهلي يعمل طبقا لللايحة الاسترشادية اللي وضعتها لجنة الأولمقية وتمت الانتخابات على أساسها ليه مجلس الإدارة حريص على إعداد ليحة للنظام الأساسي للنادي الأهلي تصوت عليها جمعيات الأممية ليه إحنا حريصين على وضع ليحة أهمية اللايحة أهمية اللايحة الأول هكلم حقيقي على الوعد اللي إحنا قلناه عشان كده حريصين إنها سنة دي بالزات إن شاء الله يكون موجود اللايحة طليق بالنادي الأهلي إحنا في البرنامج الانتخابي أيامك وأهام الانتخابات كنا نتكلم على ضرورة إن شاء الله من أول سنة نكون انتهينا من إعداد اللايحة مكان اللايحة الاسترشادية اللايحة طليق بالنادي الأهلي وعندنا فكرة برضو إن أول جماعة يومية تنعقد في الدورة الانتخابية بتاعتنا اللي هي في الـ 28 عشر إن شاء الله إنها لا يصح أنها تقام على لايحة غير لايحة النادي الأهلي إنها تكون اللايحة انتهينا منها اللوايح نفسها حين تعرف إن اللايحة هي حاجة مؤسسية طليق لازم تكون بتلبي رغبات أعضاء الجمعية العمومية وما تكونش خارجة عن المشروعية بيكون في إطار القانون لو قانون الرياضة القانون طبعا بيكون في إطار الدستور والليحة تكون في إطار القانون. إحنا ظلنا فترة كبيرة في إطار القانون القديم اللي هو قانون رقم سبعة وسبعين لسنة خمسة وسبعين القانون ده ما كانش فيه استثمار رياضي القانون ده كان في ظل الهوية قبل ما الرياضة تبقى صناعة تدير مليارات على مستوى العالم كله أحد الصناعات المهمة في العالم فعلى مدار السنين احنا كنا بنشتغل كرياضة في مصر بلوائح كتبتوضع من قبل الوزير المختص للرياضة في مصر النادي الأهلي كان سبقته لأمره يمكن من حقبة الثمانيات والتسعينيات والنادي عنده إصرار انه هو من خلال مجلس إدارته انه هو يكون فيه ليحة طريق بالنادي الأهلي تكون موجودة أتذكر انه هو في أيام مجلس كابتن حسن حمدي وكان مع كابتن محمول خطيب انه فيه جمعية يوميا انعقدت لإقرار مشروع ليحة وبرضه لم يكتب لها الاعتماد من الجهة الإدارية حتى مشروع اللايحة ده أنا فاكره قاس جدا كان فيه باب عن الاستثمار في الرياضة وكان مكتوب على استحياء لان القانون نفسه ما كانش فيه بنود الاستثمار الرياضي كانش فيه باب الإستثمار الرياضي كان فيه استشراف لأفاق المستقبل وكان عنده رؤيا لفكرة الاستثمار وانشاء شركات 색ه وبالزبط وكان فيه بند كامل كده بيكلم على الاستثمار الرياضي وكان فيه وجهة نظر فيها كمان انها لا صح خلاص دور الدولة كعب على الدولة الأندية ماينفعش انها تبقى عبا عليهم Indo فلازم يكون الأندية لها مواردها الموارد التقليدية طول أمرها الاشتراكات وخلافه موارد تقليدية لكن موارد مبتكرة أو سسمراض للأنديية تخليها تجيب تضر عائد مرتفع عائد معقول أنه يتقدر تسرب به على خدمتها وألعابها وتنهض بكل الرياضة الموجودة فيها فالنادي الأهلي نتفق الأول للنادي الأهلي من فترة كبيرة جدا وهو عنده الرياضة في الحالة تدي وأنه هو مصر أن يكون حتى في ظل القانون الأديم أن يكون موجود فيه لائحة طليق بالنادي الأهلي مجلس مهانس رحمود طاهر مشكورا برضو اكتهد وعمل لائحة ولم يكتب لها الاعتماد من الجهة الإدارية فده الحلم اللي احنا كأهلوية بأن زمن عايزينه مفهوم اللائح حضرتك يعني لائحة يستاري عشان المشاهدين ومهور نادي الأهلي وأعضائب وعارفين بيأتي اتساقا مع حاجتين مهمين أولا الوعد اللي قطع على نفسه الكابت المحمود الخطيب وقائمة الانتخابية في برنامج عائلة الأهلي أنه في غضون سنة هيكون عندنا لايحة خاصة بالنادي الأهلي ولا نحكم بلايحة الاسترشادية رقم اتنين أنه القانون بينص أنه كل نادي يعد لايحته والحاجة المهمة جدا بقى كمان أن كل الاكتهادات السابقة والاكتهادات الحالية هو المطلوب منها في اللايحة دي أن نحن نوصل لتعظيم دور الجماعية العمومية الجماعية العمومية يعني هستعيد التعبير الفقاء القانونين في الجزئية دي أن هي السلطة المؤسسة بيتبع آراءها سلطات مؤسسة فهي السلطة المؤسسة أصلا لكل حاجة هي صاحبة الحق الأصير فالهدف كله من مشروع اللايحة هو كده إعلاء وتعظيم دور الجماعية العمومية واستقلالها والرجوع الحق الأصير لأصحابه اللي حصل أول ما بدأنا في القصة دي مجلس الإدارة كان لفلاجنا إنها تقوم بإعداد مشروع اللايحة تم على رأسها سيد المسشار محمود فاهمي وهو قام معروفة قانونية وله خبرات عريضة زي أنه كان عيده مجلس دارة النادي الأهلي على مدار عدة دورات صحيح قامت اللجنة دي بقيادة المسشار محمود فاهمي بجهد جميل جدا وجهد رفيع في إطار مشروع مشروع له يؤخذ منه ويرد على أساس يقدم لمجلس الإدارة مجلس الإدارة بالتالي رد الحق إلى صاحب الحق الأصير الجامعية الأممية عمالت نخارية الطريق غير مسبوقة في تاريخ الأندية المصرية ما حصلتش بجامعية أممية في الأندية المصرية في اعتماد ليحة نطلع بمشروع نرد المشروع على جموع الأعضاء الجامعية عمية وجمهير النادي الأهلي ومتاح للعامة والنقاد والمفكرين لأن النادي الأهلي ما بيخصش النادي الأهلي الوحده النادي الأهلي ده أحد القلعة الرياضية أهم قلعة الرياضية موجودة في الوطن العربي النادي الأهلي له الرياضة النادي الأهلي لما بيعمل حاجة لا المفروض عليه عبء ده تكليف عليه عبء وطني لأنه بيتلوه ده قدر وفندي قدر وبيتلوه مباشرة أن الأندية بتحز وحز و هو ده النديل وعليه العبء ده فلازم يعمل حاجة طليق به وطليق بالرياضة المصرية وحاجة محترمة فبالتالي وضعنا خارطة الطريقة أن يبدأ المشروع يرجع للجنة ومجلس الإدارة نبدأ نرده على المجموع أعضاء جماعة عمية والمفاكرين والعامة كلها نشر على كل المواقع على الصفحات التواصل الاجتماعي الناس تدلي بأراها لدرجة أنه مجلس الإدارة رغبة منه في أنه يكون فيه فرصة لأعضاء الجماعة العمومية ولكل حقيقة أطياف المجتمع على حالك تكلمت عنهم يدلوا بدلهم في هذا الأمر طرح اللايحة أو مشروع اللايحة للمناقشة سريعا دون أن يكون هناك عملية تدقيق لغوي وضبط السياغة بس أعسزن حضرتك أنه إحنا أعشارنا لكده البعض كان إيه؟ آه نقول لحضرتك البعض كان يعني بيرى في أنه هذا ربما قصور أو بينتقد لكن كان فيه إصرار من المجلس أنه يطرحها بحالة هكده إصرار والحاجة الثانية إحنا قلنا الكلام ده وأعلنناه في خارطة الطريق أنه لسه فيه لجانسياغة وفيه وفيه فيه حاجات فيه مراحل كتير بس لازم نحن ندي الوقت الكافي لأعضاء الجمعية يوميا أنه هم يقدموا اقتراحاتهم ويبصوا على البنود دي فبدأنا طرحنا الكلام ده وأعلننا عن موقع الإيميل اللي هيطلقة الاقتراحات صحيح حاجات كتيرة أو سواء اتوزعت مكتوبة ومطبوعة وعلى كل المواقع تلقينا الاقتراحات جوة النادي أول حاجة أكتر من كده إحنا في المراحل الفترات اللي يامس الماضية حتى الاقتراحات الاكتهادات اللي بتيجي لأعضاء مجلس دراء من خلال يعني بعض الناس ما بيبعتش عن الإيميل أو غيره بيبعت اقتراحات بيقابلك على بنستقبلها عملنا لجنة مخصوصة قريب للحاجات دي اللي هي تتلقى الاختراحات اللي مش جاية كمان من خلال الموقع أو الميل أو خلاف يعني ما فيش رغبة من مجلس الإدارة إنه صنع هذه اللائحة ودفع بيها إلى الأعضاء وتفضلوا صوتوا عليها هي ده المشروع اللي احنا عايزين نمرها لا فيه رغبة من مجلس رغبة من الزراء وتعظيم دور الجمال لا إصرار على المشاركة طبعا طبعا أنا بتكلم عن المحتوى عن المضمون يعني المجلس الإدارة ليس له مصلحة في إنه نصوص ما يتم تمريرها أو اعتمادها المجلس الإدارة بيعطي الحق لأصحابه تفضلت إنه الجمعية العمية هي اللي تصنع معهم تكون شريكة في صنع مجلس الإدارة كعهد جميع مجالس إدارات النادي الأهلي على مدار تاريخهم المصلحة الوحيدة هي الجمعية الأممية وجل وقت والتوقيت اللي هي فرصة لنا إنه إنت لإعلاء وتعظيم دور الجمعية العممية القانون القديم كان لا أسمح ليك بك إذا جلنا القانون هدية إن الجمعية العممية اللي إحنا كنا بنكافح عليه من الزمان جلنا دلوقتي فبالعكس هي فرصة ذهبية إنه إحنا نفرح بيها إنه إحنا نعمل لائحة طاليق بالنادي الأهلي بس أن المجلس إدارة هو تعظيم دور الجمعية العمية وإنه يكون فيه لائحة طاليق بالنادي الأهلي تبقى لكل الأجيال التالية والحاجة اللي برضو معلش حسي الشريف أنا مش عايز أعطي حضرتك بس حضرتك سعيد بالتفاعل ومشاركة الأعضاء